السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زوجي قال لي في رمضان الماضي طالق 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 لا يردك كذا ولا كذا ما علينا يعني الشهد إنه هو حلف علاء بالطلاق تقوله وكنت متغيبة عن البيت كانت مسافة خارج البلاد والمدة أربعة أشهر ولما عادت حالثت المضاجعة أو علاقة حملية بينهما فتقوله أنا أتابع بعض الفتاوى التي تتشابه مع حالتي سمعته أنني بهذه الكافية وبهذه الصورة أكون محرمة عليه أشهد أنه ذهب إلى بعض أمت المساجد لكنها عدد بعد مدة كامل أربعة أشهر بعد أربعة أشهر نعم ذهب إلى بعض أمت المساجد وأفتاه بأن يطعم وأن هذا يمين ما رأي دين في ذلك أنا في الحقيقة بس يعني أديب من خلال نقطتين في السؤال لكن قبل أن أشير للنقطتين ينبغي لأمثال تلك الأسئلة أن توجه مباشرة لمفتي وأن يحضر الطرفان الزوج مع الزوج بابتداء عشان نعرف ما خيله بالضغط أحسنت بارك الله تعالى فحياته الله الأمر الثاني أو النقطة الأولى من النقطتين هل يشترط أن تكون الزوجة موجودة حال تطليق الزوج لها أم لا يشترط؟ لا يشترط فلو طلقه هو في مكان منعزل منفصل حال وجودها أو حال عدم وجودها فالطلق واقع مدام مقر أنه طلق حتى لو أرسل رسالة إليها بأنها كذا وهو مقر ربما تكون من هاتفه والبعض أراد أن يعني يحتال بصورة أو بأخرى فأرسل رسالة لزوجته من هاتف نفس الإنسان وأنكر ذلك الأمر فالقول قوله إذا أقسم بالله أنه لم يرسل وأنه ربما أرسل تلك رسالة غيره فالقول قوله لأن الطلاق لمن أخذ بالساق أي للزوج فلا يشترط وجودها فإن كان طلق طلاقا سريحا نعود للنقطة الثانية وهو مقر بذلك التطليق بدليل أنه ذهب لأحد المشايخ وأفتاب فتوى لا أدري يعني ما هو السؤال تحديدا فأفتاب عدم مقوع الطلاق فأنا لا أدري إذا كان الطلاق سريحا فكيف لا يقع هذا أمر الأمر الثاني أنا لا أدري إن كانت الطلاق الأولى ولا الثانية ولا الثالثة الأمر الثالث وده أمر في غاية الخطورة أنه لم يرجعها إلا بعد أربعة أشهر حتى لو كانت الأولى بانت منه بينونة صغرى بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد ويتقدم إليها كخاطب وربما كانت الطلاقة الثالثة ولذلك أعود لما قلته أولاً لابد من ذهاب تلك الزوجة مع زوجها لدار الإفتاء ليقص ما حدث منه بالضبط نعم دكتور حياك الله وبرك الله وفيد شكراً للمشاهدة